السلام عليكم ازاي طلبت وطالبات الصف الاول الاعداتي اهلا بكم في العام الدراسي الجديد عشرين اربعة وعشرين معاكم النهاردة مستر عمر هنبدأ نشرح منهج اللغة الانجليزية قبل ما نبتدي كده هعرفك الدنيا يتمشي ازاي مبدئيا انت المنهج بتاعك احنا النهاردة هنشتغل في يونت وان في الوحدة الاولى المنهج بتاعك ستة وحدات المنهج ستة وحدات احنا هنقسم كل واحدة لكم محاضرة لتلات محاضرات النهاردة المحاضرة الاولى هناخد فيها لسن وان و تو وبعد كده المحاضرة التانية لسن ثري و فور والمحاضرة التالتة هتبقى فايب و سكس يبقى كل واحدة كم محاضرة تلات محاضرات طيب الحاجات اللي احنا نشتغل منها الملزمة ديت اللي انا هشتغل منها هنزلها لك عندك بص فيه عندك ساعة باسمه سندوق الوصف تضغط عليه هتلاقي رابط الملزمة تضغط هينزل عندك على الموبايل او على الكمبيوتر تذاكر منه حابب تطبعه ماشي او في التعليقات في اول تعليق وممكن تلاقي رابط صفحتنا على الفيسبوك برضو اللي حابب يدخل على الصفحة يلاقي الملازم كلها موجودة هناك بانت دلوقتي هتنزل الملزمة وتذاكر الملزمة فيها الكلمات وفيها التامرينات وتدريبات كتير جدا ودروس القراءة والاستماع مش هنعدي حاجة هنمشي بالتفصيل يالي تدعمنا بلايك وشير عشان شجعنا هنكمل لك باقي المنهج اللي بيسأل برضو على دروس الاونلاين احنا شغالين على زوم برنامج اسمه زوم اونلاين لو حابتعرف التفاصيل هسيب لك رقم الواطس في التعليقات وحدتنا النهاردة بعنوان مايفاملي انمي مايفاملي اللي هي العائلة بتاعتك ومين اللي هو انا؟ انا وعائلتي طيب خلي بالك باقي يا سنقولة معايا تعالى كده ايه واحدة واحدة انا كاتب لك انا اول حقا كلمة ديفينيشنز ديفينيشنز دي اللي هي التعريفات ايه التعريفات دي دي اهم الكلمات الموجودة في لسن وان و تو مطلوب تحفظها مطلوب تذاكر الكلمة بس انما التعريف لا تفهمه يعني انت مش هتحفظ التعريف بس الكلمات دي مهمة جدا يلا كده نمشي كلمة كلمة بالراحة على مهلنا خالص اول كلمة كلمة aunt مكتوب قدام كلمة aunt خالة او عمة وانت حفظها من ابتدائي تمام خالص طيب ايه التعريف بقى بتاعها مين الخالة او العمة دي بالانجلش يعني ايه your mother's or father's sister يعني ايه mother's او father's sister sister دي اللي هي اخت خلي بالك من الابسترو في اس دي لما تلاقي الابسترو في اس دي بتترجم كده يعني ايه sister يعني اخت حلو خالص father اللي هو الاب يبقى اخت الاب اخت باباك اللي هي مين اللي هي عمتك او اخت مامتك اللي هي خالتك هو ده تعريف كلمة مين aunt تيجي لك في الامتحان ازاي يجيب لك الجزئية دي ويقول لك يا ترى مين في العيلة انت خلاص طرامة ترجمت sister's father اخت الابة اخت الامة خلاص اللي هي aunt عم او خالة تاني كلمة معي aunt aunt اللي هو خال او عم your mother's or father's brother نفس النظام اخو باباك او اخو مامتك اللي هو عمك او خالك اللي هو uncle بعد كده عندك grand father grand father اللي هو الجد your mother's or father's father شوف كده ابو الاب father's father او ابو الام اللي هو جدك grand mother جدة your mother's or father's mother ام باباك او ام مامتك اللي هي تيتا brother اللي هو الاخ شوف بقى تعريف الاخ your parent son يعني ايه دي ابن الوالدين يعني ابن باباك ومامتك اللي هو اخوك ده تعريف فيه تعريف تاني ولد او رجل نفس الوالدين تمام لأخت بنت باباك دوتر يعني ابنة بنت باباك او مامتك تمام تبقى اختك نفس الوالدين ماشي بعد كده بيقولك كازن كازن دي بي احنا عارفين ابن او ابنة العم او العمة او الخال او الخال يعني ابن عمك او بنت عمك او ابن خالك او بنت خالك your aunt or uncle's child اهو ابن عمك او ابن خالك الوالدين your mom and the dad باباك ومامتك طيب تمام son ابن اللي هو ابوي child طفل صغير daughter a girl a child great grand father طب احنا grand father اللي هو الجد طب great اللي هو الجد الاكبر يعني ايه الجد الاكبر ابو جد يعني your grandfather's father اهو ابو الجد تمام great grand children ابناء الحفيد او الحفيدة the children of your grand children كلمة swimming بال يا السباحة السباحة دي moving your body تحرك جسمك through water through يعني من خلال من خلال او داخل وخلي بالك انا انا اضربك دلوقتي كل هجل امتحان ازاي انا عايزك بس امشي معايا كده واحدة واحدة اقولك برضو علمك تذاكر ازاي ما تقلقش انا عارف ان انت طالع من سات ابتدائي مش عارف الدنيا ماشي ازاي ما تقلقش انا ماشي معاك step by step اللي هي الطبول اللي هي الطبل اللي بنطبل عليها واحدة واحدة بق يعني آلة موسيقية يعني يضرب او يخبط بنخبط بايدنا عليها بس كده او بعصة عشان نعمل صوت عالي twins لوما التوأم two children طفلين born at the same time اتولد في نفس الوقت voluntary work عمل تطوعي يعني انت تعمل خير مع احد دون انتظار مقابل يعني تعمل الحاجة دي وانت مش عايز فلوس من حد work you do without getting money work يعني عمل you do يعني انت تفعله without دي يعني بدون يا سنقول getting money يعني الحصول على money يعني فلوس football match مباراة كرة قدم a game of fun chess اللي لعبة الشترانج a board game for two people لعبة بيلعبوها two people يعني شخصين band الفرقة الموسيقية a group of people رجموها من الناس singing بيغنوا or playing a musical instrument ويزفوا على موسيقية تجدر معا basketball ball كرة السلة a ball sport رياضة four two teams فرقتين of five player each كل فرقة خمس لعيبة to play basketball you through the ball into a net علشان تلعب بسكتبول بترمي الكورة وتجيب جون دخله جوه لإيه النت دي اللي هي الشبكة تمام طيب وحد يقول لبقى يا مستر إيه ده هنذكروا ازاي الكلام ده الكلام ده صعب قوي بص انت مش تعمل حاج تجيب من الاول هنا كده تذاكر مجموعة الكلمات اللي هنا دي هقراهم معك تاني التعريفات اقراها بس انما اللي تذكروا كويس جدا الكلمات اللي هنا كلها لعائلة وانت عارفها مش منطقي يكون عنوان الوحدة مايفاملي وانت مش عارف كلمات الفاملي تمام هقراهم معك تاني يلا هنقراهم تاني كده مع بعض نجيبهم كده تاني يلا قول معايا aunt uncle grandfather grandmother brother sister cousin parents son daughter great grand children great grand children اللي بلا ما عاش great grandfather بعد كده great grandchildren swimming drums twins voluntary work football match chess band basketball تمام عبدا نشوف ايه كلمات تاني مترادفات كلمات تاني بقى توسع في الدرس بقى عشان ايه دروس القراءة الاستماعي تذكروا كويس band فرقة موسيقية اكتبها فوق voluntary دي صفة تطوعي research ed يعني لو بمعنى يجري بحث اني ضف لها ed وده معناها تنفع فعل وتنفع اسم verb يجري بحث او بحث نيرها تاني research diary يعنيها مفكرة يومية تكتب اللي بيحصل معك كل يوم في diary drums اللي هي الطبول الطبلة اللي بنخبط عليها great grand children ابناء الحفيد او الحفيدة baby cousin ابن عمك الرضية skim skimed يتصفح بسرعة parents الوالدين twin توأم quiz quiz امتحان قصير interview يعني تجري مقابلة شخصية عشان وظيفة او كده happy هوية happy هوية chess لعب تشترنج football player لعب كرة قدم discuss discussed يناقش both both كلاهما او كلا من work عمل او يعمل لو فعل work تنفع فعل وتنفع اسم يعمل او عمل اسم لا يعد لما تكون بمعنى عمل الصفحة التانية birth day عيد ميلاد birth day children's hospital مستشفى اطفال glossary قموس او معجم musical instruments آلات موسيقية what kind ما نوع story قصة كلاب كلاب يصفك يعني يسقف لحد family tree شجرة العائلة age عمر او سن favorite مفضل dictionary قموس match مباراة together يعني معا او سويا انت مش لازم تذاكر كل الكلمات مرة واحد تذاكر شوية بشوية يعني اه ربع ساعة كده ذاكر لك عشر و خمس ورات كلمة قد كده ارجع ذاكر شوية كمان بس دايما تأكد ان مذاكر الكلمات دي واستخدامها في جمل ده اللي بيثبتك على الارض صلبة انا هعلمك الكلام ده كله في فيديوهات ما تقلعش اعلمك ازاي تذاكر و ازاي تحفظ كل ده بنعمل و ما تقلعش بعد كده عندك تصريفات الافعال غير منتظمة يعني افعال اللي هو كان الماضي البسيط وعليك برضو السنادي يعني مثلا كلمة يكتب write يكتب يعني write لو حد قالك عايز اجيب منه الماضي ده فعلا لازم نحفظه ببقى الماضي روت التالت ده وانتريكي تذكروا تذكروا ازاي هؤراء تاني معك write wrote written write wrote written write wrote written نكمل till يعني يخبر told told till told told show يوضع او يبين showed shown find يجد found found find found say يقول said said meet يقابل met met win يفوز one one drive يقود drove driven throw يرمي through thrown hit ينقر او يضرب hit hit تلاتة زي بعض عامل زي cut 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 بعد كده عندنا هنا ايه بقى الكلمة والابزت بتاعها والانتونم المضاد بتاعها او عكسها يعني اول حاجة هنا معايا كلمة true true يعني حقيقية عكسها فولس يعني مزيف true false different from مختلف عن the same as نفس الشيء عكسها first الاول last الاخير finish ينهي start يبدأ busy مشغول free متفرغ او حر show يوضح او يبين hide يخفي mail يعني ذكر female يعني انثة بعد كده عندي متلازمات لفظية collications يعني ايه الكلام ده يعني حاجات بتيجي مع بعضه يعني مثلا كلمة اول واحدة بيقول لكلمة do voluntary work يعني ايه do voluntary work دي كلها على بعضها بقى يعني ايه التركيب ده do voluntary work ده كله معناية معناية ان انت تقوم بعمل تطوعي او برضو ينفع اقول do work يعني ايه do work بقى ديات يقوم او يؤدي عمل خلاص زيها بقى go swimming بعدها have a happy لديه هواية make noise يعمل دوضاء هنا بقى listen to بتاخد حاجات كتير listen to music يسمع موسيقى listen to the teacher يستمع للمعلم listen to the radio يستمع للريديو watch a football match طيب اشرح لنا بس ريجل ازاي بالكلام ده في انتحان حاضر هقول لها هوت they always هما دائما voluntary work work اختيارات make do watch listen يقول لك يلا كده يا بطل اختار تعالنا يا رجملة مع بعض زي always voluntary work عمل تطوعي يا ترى they make ولا they do ولا they watch ولا they listen طبعا عندي هنا كلمة voluntary work عمل تطوع ايها موجودة هنا بتاخد مين؟ بتاخد كلمة do يبقى الإجابة تبقى do عرفت الكلام ده يجي ازاي برضو؟ عشان تبقى برضو بفاهم وماشي معايا وماتتهش مني بعد كده عندي هنا بيقول لي important expressions تعبيرات هامة وprepositions عروف غر تعبيرات وعروف غر هامة impairs impairs يعني في ثنائيات look at look at ينظر إلى belong to ينتمي إلى أو يخص work hard يعمل بجد clap for يصفق من أكل arrive at يصل لمكان بس صغير arrive in يصل بس مكان كبير يعني بعد إن مكان كبير إنما قات مكان صغير that's true هذا صحيح it's great هذا عظيم tell about يعني يخبر عن play with يلعب مع write about يكتب عن talk about يتحدث عن apicature of صورة لي on tv على شاشة التلفزيون on the radio في الإزاعة وفي الراديو help in the children's hospital يساعد في مستشفى الأطفال proud of فخور بي for no money أو for free يعني no money يعني من غير فلوس بلا مقابل ما دليو العمل تطوعي of course بالطبع the same as نفس الشيء أو مثل بعد كده عندي بها كلمات شبه بعض شوية عندي كلمة both معناها كلاهما تدل على شخصين أو شيئين طب all لا أكتر من اتنين بقى كلها والجميع ده هدل على أكتر من اثنين be cold ايه بي ده بقى بي ده اللي هو اللي هو او او زائد معناه يدعى أو يسمى ادي المسال انا شفت واحد في الشارع فعايز اقول اسمه احمد اقول هي هو اقول هي ام ولا هي از ولا طبعا هي از يبقى هي از واطلع الكلمة دي هو يدعى ويسمى علي يعني ايه ده يعني دي كلها على بعضها معناها يدعى ويسمى يبقى كلمة يدعى ويسمى معناها is cold is cold بعدها بيقول لي cold لوحدها يتصل أو ينادي on يجي بعدها يوم gamma every يجي بعدها يوم مفرد تمام بعد كده بقول لي play تنفع بمعنى يلعب play هي هي تنفع بمعنى يعزف يعني لو قلت play the drums يعزف على drums نفس النظام بي تاني هو لو أم ويزوار aged تسوي بي years old أو years in age زو عمر أو سن the same اللي هو معناها نفس الشي تعالى بقى كده معايا سنة أولى أشرح لك أول درس قراءة عليك السنة دي في المنهج بتاعك أول درس قراءة درس القراءة بتاعنا تعالى نشوف كده نمشي واحدة واحدة بيقول لك ايه hello أهلا my name is علي هتلاقي عندك في كتاب المدرسة في صورة الطفل أو ولد اسمه علي علي دا واحد بيتكلم عن عيلته فبيقول إيه I am 13 أنا عندي 13 سنة طالب دلوقتي أول إيه أمر قاعد يسمعني قل إيه طب درس القراءة دي هنحفظها يا مستر لا أنا هقراها أفهمها لك أنت بس مطلوب ممكن تقراها تاني طب إيه الهدف منها أقول لك الهدف منها الولد دا مثلا اللي هو علي هيتكلم عن مين دلوقتي هيتكلم عن his family عن عيلته فأنت في الامتحان عندك سؤال السنادي اللي هو سؤال يقول لك اكتب عن your family عن عيلتك طيب يبقى أنا بعد مرة معك الدرس الوقتي تحاول أنت تجيب القلم وتتكلم عن your family تتكلم عن عيلتك هو دا الهدف من الدرس تمام؟ احنا مش هنحفظ احنا عايزين نكون فاهمين نعم نشوفه هيتكلم عن عيلته ازاي خلاص بيقول دي صورة لعيلة يلا بقى نشوفها الجملة my mom's name is amira آه يعني ايه بقى اسم ماما اميرة ماشي she is a teacher شغالة مدرسة وظيفتها نكس to here is my dad اللي جنبها بابا his name is عادل اسم عادل he is a teacher too هو مدرس both my parents بابا وماما are teachers at my school هما الاتنين مدرسين في المدرسة بتاعتي they have one daughter عندنا ابنة واحدة يعني عندهم ابنة واحدة ليه اختي she is my sister لمياء اسمها لمياء عمرها كام and she is nine years old عندها تسع سنة and they have two sons في ولدين me and my brother خالد واخويا خالد he is eleven الفقرة التانية our grandmother تيتا 64 انداربا وستين سنة and she is called هدا اسمها هدا she is my mom's mother ام ماما my mom's father ابو ماما is our grandfather جدنا he is called عمر اسم عمر يبقى جد اسم عمر he is 65 their daughters called جودي منتهم اسمها جودي she is my mom's sister اخت ماما and she is my aunt تبقى خالد my uncle is called مروان عم يدعى مروان he is a doctor هو دكتور their son is called طارق ابنهم اسم طارق and he is my cousin وهو ابن عمي it's his birthday today النهاردة عيد ميلاده he is three years old عنده تلات سنين خلي بالك بقى معايا سنقول لما تسمعنيش وبس ركز معايا ركز جي قالك اكتب في الامتحان قالك اكتب عن مين اكتب عن your family اكتب عن عن الايه عن العيلة بتاعتك يعني اكتب عن ايه عن عائلتك تعمل ايه بقى في الحالة دي طيب تعال انا اعلمك بس انا مش اعلمك وخلاص انت هتعمل ايه دلوقتي في التعليقات انا هديك الدخلة ازاي تكتب هعلمك ازاي تكتب عن عائلتك وانت في التعليقات تعمل ايه طبالي الكلام ده على العيلة بتاعتك خلاص يعني اعمل لي تلات جمل اعمل لي اربع جمل اعمل لي خمسة اللي انت تقدر تعمله يا دكتور اعمله خلاص يلا كده نجرب هتبدأ كده الدخلة بتاعتك تقولي مثلا my names يعني انا اسمي واكتب اسمك وتروح ايه تعمل ايه تحط نقطة ادي جملة اعم تمام اللي هو انا اكون وتكتب السنوات بتاعتك عندك كم سنة اكتب عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر انا معرفش سنك قد ايه years old ادي جملة نقطة my dad's name اسم بابا is واكتب اسمه نقطة he is a او an واكتب وظيفته يعني مواثلا he is a doctor he is an engineer الاب قبل لعدها اه ساكن والان بتبدأ بمتحرك تمام او صوت ساكن وصوت متحرك بعد كده برضه my عشان مو ما تزعلش moms name is is واكتب اسم ماما she is a or an واكتب وظيفتها i have انا املك تملك ايه انت بقى يا بطل انا عندي وتكتب عدد اي رقم انا معرفش انت عندك كام brothers كام اخ and وتكتب عدد تاني sisters معرفش انت عندك كام اخت بقى انا عايز الكلام ده على صغط جمل بقى بعد كده ممكن تقول مسلا my grand father is cold my grand mother is cold جدي وجدتي ومسلا ممكن تقول i love my family انا بس بعلمك لازم كده تتعلم من الاول ازاي تكتب انا هعلمك كل واحدة او كل درس ايجي في موضوع اعلمك ازاي تكتب فيه يلا نشوف درس القراءة اللي بعد او الاستماع بعد كده عنده هنا في بنت صغيرة بتقول hi my name is laura انا اسمي laura and this is my family بتكلم عن عالتها برضه that's my brother ده اخويا his name is ayman اسمه ايمن لينة and the hatim are our parents بابا وماما we have one cousin خديجة عندنا بنت عمنا خديجة her parents are my uncle and aunt their names are imate and dina what about you what's your name نفس النظام برضو بتكلموا عن العائلة نيجي بقى لدرس تمح حلو جدا بيقول لك ايه and interview with twin brothers عاملين مقابلة صحفية مع اتنين twin اتنين توقع حازم وحاتم ميت حازم and حاتم هنا قبل النهاردة شخصيتين ولد اسمه حازم وحاتم they are two brothers هما اتنين اخوات and they are both aged twelve هما الاتنين عندهم اتناشر سنة they have the same or same parents نفس الوالدين and the same birth day ونفس عيد الميلاد لان هما they are twins لان هما الاتنين ما لهم توأم تعالنشوف كده اول سؤال تسأل الوالدين التوأم دول what are your hobbies انتوا ايه هواياتكم تعالنشوف حازم عليه I like sports انا بحب اللعب وكده I play basketball on mondays and whenes day بلعب بسكت يوم الاتنين والاربع I go swimming on Tuesday وبحب رحمة يوم الثلاث and I play football on sundays وبلعب كرة قدم يوم Saturday يوم السبت حاتم قال لي بقى and he watches football matches بيتكلم على اخوه لان هو توأم فعارف هوياته بقول لك هو بيحب كرة القدم كمان on tv Saturday morning evening يوم السبت بالليل he loves football بيحب كرة القدم حازم قال لي I love football فعلا فحاتم قال I don't like football لا انا مليش في الكرة but I like music انا حطوني في الموسيقى تمام I play the drums بحب اعزف على drums and I listen to music وحب اسمع موسيقى حازم قال لي على اخوه he plays the drums in a band بيروح يأزف في فرقة موسيقية ده اول سؤالي تسعله السؤالي التاني تسعله لهم ايه do you have any hopes that you both like عندكم هوايات بتحبوها انتو اللي اتنين حازم قال ايه we play chess together on Saturday بنلعب شطرنج يوم السبت حاتم حاتم اللي بيغلب حاتم يوم السبت بعد الظهر بنحب نروح مع بعض نعمل عمل تطوعي احنا قلنا العمل التطوعي ده اللي هو ايه اللي هو من غير مقابل what kind of voluntary work ايه العمل التطوعي ده حازم بيقول بنساعد في مستشفى اطفال طب وحاتم بنلعب مع الاطفال ونروح نقرأ لهم قصص ونقعد معهم نلعب كتير جدا ده حاتم وحازم بعد كده عندي هنا اه في اخر حاجة برضو هنا الانترفيور مكامل بيقول اسألكوا سئلة تاني حازم بيقول له حازم بتلعب بسكت امتى حازم قال له طب والسباحة امتى حازم قال له لو لاحظتوا حاجة كل ايام الاسبوع بتاخد حرف الجر مين حرف الجر مين هو ممكن تجيب الاختيارات الانترفيور قال له يوم الاسبوع بيقول له طب وثلاثة واربعة حاتم قال له بحب موسوك اسمها الباب طب يوم السابق حاتم قال له بساعد ماما وبعمل عمل تطوع ويوم الحد شكرا لكم حازم قال له العفو ده بس ينمي مهارة القراءة عندك ولا اكتر ولا اقل طيب دلوقتي بقى هابدأ ادربك بس قبل ما ادربك واحد يقول لي ايه هنزاكر يا مستر زاكر جزء الكلمات اللي في الاول وحروف الجر والافعال عشان تحل معي طب تعالى اعلمك بقى الكلام دي يجب انتحاني ازاي انا عارف دلوقتي بقى ايه فيكو ناس تقول يا مستر ما تحلش ماشي لما انزاكر الاول ماشي هنحل معك الجملة بس ولا اتنين بيقول لك ماجد اند ماجدي ار ماجد وماجده لا ناط ماشي ما لهم يعني زي وير زي وير هما الاتنين بورن اتولدوا في نفس الوقت يبقى هما بيرانتس والدين كازنس ولاد عم توينز توقم انكل زعمام لأ طبعا يبقى هما ايه توينز يعني ايه توينز توينز يعني توينز يعني توام تمام الجملة اللي بعدها القراءة تعتبر ايه وظيفة هابي هواية مشروع باند فرقة موسيقية طبعا القراءة تعتبر يا جماعة هابي هابي يعني هواية يلا تدرب كده حل وحنا كده كده برضو هنزل لك نموذج اللي ايه بس ما تحلش اللي ما تعمل ايه اللي ما تزاكر خلاص يلا نشوف بقى جزء القاعدة الموجودة في لسن وان وتو القاعدة الموجودة عندك في لسن وان وتو بتتكلم عن اللي هي الايه الضمائر خلي بالك بقى انت هينزل لك في القناة فيديو قواعد الوحدة كاملة كلها على السبورة على غير اللي احنا هنقراض الوقت تاني يعني هنشرح لك تاني على السبورة هتلاقي اني ظاهر لك كده وباشرح لك بالتفصيل تاني برضو لما هتلاقي موجود عندك في القناة هينزل لك برضو فيديو الشرح بس انت تبقى قراءة عشان اوريك برضو ايه لو انت ما فهمتش من السبورة هتفهم من هنا فهمت من هنا يعني اللي رياحك براحتك معك كل حاجة عندك في بيقول لك ايه هنا بيقول لك ضمار الفعل ودي اصلا يعني على قولة ابتدائي مش هقول لك على يعني لو تستخدم قبل الفعل ايه ضمار الفعل وما السبع ضمار ايه السبع ضمار انا يعني ايه اي 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 انت يعني هي وانتم يو هو هي 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 هو وهي لغير العاقل ات نحن وي هم ذي دي اسمها ضمار الفعل بتجي فين في بداية الجملة يعني عايز اتكلم عن نفس اقول اي واتش تي في انا هنا ضمير ايه انا هنا اسمي ضمير ايه ضمير فاعل اهو انا في الاول تمام يبقى ضمار الفعل اكتب كده عندك تأتي في بداية الجملة طيب دعا لابقى الايه للاضمار المفعول تستخدم بعد الفعل يعني ايه ضمار مفعول قبل ما اراها انت دلوقتي اتنين اخوات واحد رايح لبابا وموت يشكي من اخوة عشان ضربوا فهيقول ايه هيقول ماي برادر مسلا يعني ها هيقول ماي برادر اخي ضرباني انا يعني اي بس انت مكانة هنا مش اي انت هنا مكانك مش فعل انت مفعول فهتقول ضرباني اه تكلمت في التليفون تقول ده او تكلم معاي هي ده ضمار المفعول بعد الفعل او بعد حرف الجرع تعاني اقراهم مي ده بتاع اي يو بتاع يو هم بتاع هي هور بتاع شي الات هو هو ات والوي ده مير المفعول اص وذي ذيم بعد كده عندك مين بقى صفات الملكية بص تستخدم قبل الاسم المملوك يعني ايه صفات ملكية واحد دلوقتي انت مسك في يدك الم الم يعني ايه بين عايز تقول قلمي تقول اي بين انا قلم لا تقول مي بين لا هتقولي بقى ماي بين هو ده صفات الملكية عايز تقول بلدي ماي كانتري عايز تقول بيتنا ماي هاوز اهو تعاني اقراهم كده اهو ماي وتجيب بعدها حاجة اهو ماي بوك ماي كار هي ده صفات الملكية صفات الملكية لازم يجي وراها نعوان تمام اهو طب وليو يور يور بوك كتابك يور كار طيب هز هز بوك هز كار هير اهو يقولك لازم يجي بعدها نعوان كلهم طبعا بلدنا بلدهم طيب اخر حاجة معاك بقى لها ضمائر الملكية تشير الى الملكية ولا يأتي بعدها اسم انت عايز تقول المي تقول ايه بقى تقول ذيس از ماين هزا ماين يعني ايه ماين بقى ملكي والجملة اللي هي معنى اه يورز كلهم اس بقى هز هيرز اتملهوش اورز زيرز هما لازم يتحفظوا شوية وفيديو الصبور ايفا هموم لك اكتر هاخد راحت انا في الشرح عن هنا برضا طيب دعا نشوف بقى استخدام صفات الملكية تستخدم صفات الملكية لتبايد ان شخص ما يخص لشخص اه او شيء ما يخص شخص ما يعني ايه مروان از ماي انكل مروان عمي هما الوالدين لاحظ ان صفات الملكية تتبع الاسم المملوك ماشي بعد كده بيقول لك دمائر الملكية لات بعدها اسم وتحل محل صفات الملكية والاسم المملوك معا تعالى كده بقى نتضرر بنشوف الكلام ده هيجي ازاي في الامتحان بيقول لك اهو يعني ايه في الاجهازة طيب ماذا نقط اول حاجة هنا بيقول لي هز طيب بالراحة كده كده واحدة واحدة هز دي احنا قلنا صفات ملكية لازم يجي وراها اسم طب ده ده فعل يبقى ده مش هينفع بعد كده يقولنا تنتهي بها الجملة ان ده ضمير ملكية مش هينفع بعد كده بيقول لي شي هي وكده بيقول لي هم هم ده ضمير مفعول طب فين الفعل اللي في الجملة اصلا عشان يجيب ضمير مفعول مش هينفع يبقى ماذا تحب ان تفعلها في الاجهازة ضمير فعل بعد كده بيقول لي الاوضة دي بتاعت اخوات البنات خلي بالك بيقول لك اخوات جامعة ها بتاعيتهم هم يعني زي يعني طيب الجملة خلصت يبقى عايز ضمير ملكية طالما الجملة انتهت تعال ندور كده على ضمير ملكية ده مش ضمير ملكية زي زير صفة ملكية زم ضمير مفعول مفيش ضمير ملكية غير مين زيرس طب افهم اللي جاي my sister's name is علا اخت اسمها علا نقط السيفن عايز اقول هي يكون عندها سبعة راي هير لازم يجي بعدها ناون مفيش ناون ده از هي هي تكون هير زي بتيجي في اخر الجملة مش هتنفع هم ضمير مفعول طفين الفعل لا يبقى الشيئز كمان بن اززز اتس عالس عندنا احنا كلمة ملك كمان مصروحة عندك برضو في الملزمة اللي بنزلها لك هو بن هو معناها من هوز ملك من وين متى وير اينا طبعا هوز اللي هي معناها ملك من اشتراه الاسبوع اللي فات طيب عايز صفة ملكية مين ده ضمير ملكية بيجي في الاخر ماي صفة ملكية هز صفة ملكية ماشي هيرز ده مش هينفع بيجي في الاخر طب اقول ماي ولا اقول هز هز ده بتاع هي وماي بتاع اي تعالي نشوف هو بتاعي ولا بتاع حد هذا اقول ماي كمبيوتر بتاعي هو اشتراه ولا ده كمبيوتر بتاعه هو اشتراه بيقولك هو يباهز وعندك مجموعة تامرينات تاني حل واتضرب لو انت مش فهم القاعدة او متلقبط فيها الدمائر بتبقى رخمة شوية في الاول في الحل بتبقى لسه ما تسبتتش في الدماغ انا عارف تفرج على فيديو الزهور هيفرق معك جدا وبكده نكون وصلنا لنهاية اول محاضرة لو عجبك الفيديو ياريت دعمنا بلايك والشير عشان تفيد الناس اكتر ومنتظر تعليقاتكم انتظر دعوتكم انتظرونا ان شاء الله المحاضرة التانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته